بكرة أو بعد ساعات يعني جوائز الأفضل في القارة الأفريقية الحفلة هيقام إن شاء الله في مراقش في المغرب نينا ممثلين في كل الجوائز تريباً أو معظم الجوائز مش كل الجوائز يعني معظم الجوائز ممثلين مهمين إن شاء الله نتوسم خير بإذن الله إن هم يحصدوا جوائز غداً أول طبعاً الأسماء هو محمد صلاح اللي بينافس أشرف حكيمي وبينافس فيكتور أوسمان اللعب النجيري اللعب نابلي على جائزة أفضل لاعب في القارة السورة دي عجبانيه وحباوي السورة دي اللي بنزلها الكافي النهاردة مرسومة حلوة أوي أشرف حكيمي مع أوسمان وطبعاً الأسطورة محمد صلاح بالمناسبة هتقول لي محمد صلاح فرصه أديه بكرة هقولك التلاتة تقريباً فرصهم قريبة جداً ليه؟ كل واحد وله ميزة كل واحد وله ميزة صلاح بأرقامه القاسية وأداءه الفردي العظيم جداً الموسم الماضي فردي بس طبعاً مع ليفربول الأمور ما بشيتش ما كانش موسم عظيم مع ليفربول ومع منتخب مصر وصل للمراحل الأخيرة سواء في تصفات كاس العالم أو كاس الأمم الأفريقية بس على المستوى الفردي بص إسرح بخيالك كده إسرح لأي حد في العالم إسرح لأي حد في الدنيا مين أفضل لاعب؟ أفريق هيقولك محمد صلاح ما فيهاش بالضبط كده زي اللي هو مثلاً إيه بيبقى فيه لعيبة في أوروبا وفي العالم عاملين إنجازات عظيمة بس هتيجي تسألهم مين أفضل لاعب في العالم؟ يقولك ميسي مفيش يا عم ده كان عامل السنة دي واخد بطولته بس ميسي اللي هياخد الجايزة فصلاح كده كده هو أفضل لاعب في القارة الأفريقية ده بعيد عن الألقاب الرسمية بس هو أفضل لاعب في القارة الأفريقية ده واضح للجميع بما فيهم اللي بنفسه سواء فيكتور أوسمان أو أشرف حكيم ده صلاح أشرف حكيمي ماشي برابع كاس العالم أنا رابع كاس العالم بس شكر طبعاً مع بريس سان جيمان واخد دولي بس هو رايح بي أنا رابع كاس العالم مع منتخب المغرب شكر دي الوحباة شايلها وزي الفل تمام؟ أدي أشرف حكيمي فيكتور أوسمان الهدف الرائع جداً اللي خلى نابلي يكسب الدور الإيطالي بعد سنوات وسنوات من الغياب واحد من أفضل المهاجمين في العالم بلا منازع بلا منازع هو ويجي معه هلن طبعاً ويجي معه مثلاً ليفندوفيسكي مثلاً هاركين بس على مستوى إيطاليا بلا منازع هو في حتة الوحد هو في حتة الوحد وعمل أداء رائع جداً مع نابلي فالتلاتة تحس إن فراصهم قريبة يعني دايماً الجايزة دي تحديداً كان يبقى فيه واحد محسوم تبقى أنت عارف كده كده ما فرانا هيخدها كده كده لكن لا المرات دي التلاتة قريبين جداً فإن شاء الله بإذن الله محمد صلاح هياخد الجايزة بكرة طيب ترجمة نانسي قنقر